خلايا قاتلة تنشب أظافرها في صمت في جسم الإنسان فلا يعي ولا يكتشف ذلك العدو الغازي إلا بعد انتشار نفوذه في أعضاء وأجهزة متعددة في الجسم لأجل ذلك ولتحقيق الصحة لدى جميع أفراد المجتمع نظمت بلدية الشارقة صباح اليوم حملة توعوية حول أمرض السرطان بالتعاون مع شركة أنسام جاليري بجهد من بلدية الشارقة ضمن النشاطات الاجتماعية والمجتمعية وضرورة التوعية بأهمية مثل هذه الحملات والاهتمام بهذه الفئة من الناس والواقع أن الحملة تأدي الغرض والهدف كانت تربو إليه بلدية الشارقة في عملية التوعية والتوجيه والاهتمام بهذه الشريحة والحمد لله هذا جهد الموقل ما إلا دور البسيط والدور الأكبر كان في عملية الإعلام والتوعية لهذه الحملة بحضور الشيخ الدكتورة رشال قاسمي مساعد المدير العام لقطاع الصحة انطلقت ثلاثة خيول بفرسان تتبع خطاهم وتنظم لهم عملية السير شرطة الشارقة فقطعوا بمسيرتهم تلك مسافة كيلو متر واحد لأجل هدف سام وضعته البلدية ألا وهو نشر الوعي بمرض السرطان وضرورة الكشف الدوري لاكتشافه ومحاربته منذ البداية حاملين راية شعار الحملة الكشف المبكر أمان أول شيء كواجب إنساني أن نحن نوعي الناس لأهمية الكشف المبكر واليوم المسيرة اللي صارت يعني كانت هي بمثابة جذب إعلاني للناس أثبت أن لا تخافون لازم كشف دوري وكشف مبكر للمرض في حال الإنسان يعني شاهد أو لم يشاهد يعني أعراض تستمر حملة بلدية الشارقة التوعوية بمرض السرطان حتى يوم الخميس القادم وتكرس البلدية جهدها خلال أيامها لتحقيق ما تصب إليه من أهداف